أعزار لكم بس عشان تتعلموا مفهوم الرياضة ومفهوم كرة القدم بلايه اللي بيعاني من المرض اللي قالوا انه في فراش الموت من اسبوع بلايه وفي هذه الحالة الصحية بيقول اليوم تم الاستمرار بكتابة التاريخ في كرة القدم حقق ميسي اول كأس عالم له بطريقة مثيرة ويستحق بناء على مسيرته تهانينا الارجنتين مرضونا سعيد الان بالتأكيد هي دي افهموها بقى شفتوا ميسي يعني الناس كلها تقول لك كاس ميسي الا ميسي ياخد الكاس ويحتفل مع زملاته ما ياخدش الكاس ويجري بيه زي العبيت كده لا الحاجات ده فيهاش عبط ما فيهاش عبيت الحاجات دي فيه واحد بيفهم فيه واحد بيعرف ده ميسي اللي هو فعلا جايب البطولة مجريز زي العبيت وزي اللحبل كده لا زملاته تعالوا واحتفلوا وبيرقص في وسطهم ويغني معاهم ويتنطط معاهم لم ينسب البطولة نفسه مع ان العالم كله ينسب له الفضل في الحصول على هذه الكاس تخيل بقى لما العالم كله يقول وهو يقول لك لا على العكس عندنا تلاقي واحد يقول لك انا وانا وانا يا عم فيش هاسمها كده الكل الدنيا كده حياجا معايا يا عم انت افهموا الكلام ده اعرفوا الكلام ده اتعلموا عايش تخش في الرياضة خش بقوانين الرياضة خش بأصول الرياضة خش بقواعد الرياضة ملكش فيها امشي خليك كده زي ميسي خليك زي بليه كده العظيم خليك زي النجوم الكبار اللي فرحانة بفرقها خليك زي العالم كله اللي بيطلع يشجع ويساند هي دي يا جماعة الكرة ليصحابها الرياضة ليصحابها اللي بيخططوا اللي بيلعبوا اللي بتعلموا اللي بيعرفوا اللي بيفهموا لكن ما تجيب ليش حد لا يفقه شيء يجهل كل شيء هو الوحيد اللي عايز ياخد اللقطة هو الوحيد اللي عايز ياخد الصورة كل حاجة باسمه ما ينفعش كان عملها ميسي اللي البطولة باسمه ومع ذلك يقول لك لأ ارجنتينا 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 ارجنتينا